طيب. تعالوا نشوف التربية الشيطانية اخرتها ايه? اول حاجة مسلا احنا قلنا بقى الدخان وطبعا اه التعري خلاص. تعالوا نشوف ايه اللي عندنا هنا. عدم الاقتناع بالحج مسلا. عدم الاقتناع بالحج مسلا. اه 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 شفت رجالة كنا عاديين مع بعض. فشباب طالع الحج. يقوم يقول له ايه? انت ريك تحج دلوقتي ليه? ما تطلع مص يا فحصة. لو معك فلوس ما تشتري شقة. خلي بالك بقى الشيطان ابن الشيطان ده عاوز يصرف الناس عن الله عز وجل. يعني الحج ده ايه يعني? سيب الحج ده امتى? لغاية لما عندك سبعين تمانين سنة. وانت عميت بقى ومش قادر توقف. عايز احج عايز اهج عايز اموت وهو يروح هناك. يروح لسع الشرق. ضربه السلك. يروح ميت. مات في الارض المباركة. وانت ما بعتش غير اللي دربه السلك. ما تبعتش غير اللي خلاص بيفيص? انما احنا بناجل الحج لاخر العمر. ما ما تحجش ليه في التلاتينات من عمر. جماعة بتوع ماليزيا واندونيسيا عملوا جمعيات اسمها الحج والزواج. فاول ما مولد يتولد يروحوا مشتركينه في الجمعية. شهر اتنين تلاتة سنة اتنين تلاتة غاية ما الولد والبنت بواحد وعشرين سنة. من حقهم يتجوزوا. يتجوزوا على حساب الجمعية. يكتبوا الكتاب ويطلعوا الحج ويرجعوا جمعيات جهزوا. يبقى الحج افضل ولا الجواز? الحج افضل ولا الجواز? لا الاتنين. ما هم بقى المصريين وامثالهم بقولك لا طبعا جواز البنت وسطرة البنت. وانا عندي تلاتة اربع بنات احج ازاي? طب البنات على الناس وقعدوا جنبه. يبقى لا حج ولا جواز. طب يا عم انت اولا اتزل وزيرة وزيرة اخرى. تم تحج وتروح تدعي لهم في الحرم يمكن ربنا ترجعت لهم مخطوبين التلاتة. لكن هو لاسع والشيطان من ربيه تربيه غلط. فاذا المهم جدا انه عدم الاقتناع بالحج هيضيع لك الرز. لسا النهاردة حد بيناقش معنا قضيا. لو انا فقير بص بقى القنبلة دي. لو انا فقير اتجوز عشان ربنا يغنيني ولا السنة لم ربنا يغنيني عشان اتجوز? اتجوز عشان ربنا يغنيني. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله مفضل. بص القنبلة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس الرزق في النكاح. لانا بقوله ده بقى كلام غريب اول. من استطاع منكم البقى تفليز. البقى يعني قدرة على الجواز يقدر يجامع. مش البقى انه يجيب شقة وعفشه ويجيب شبكة ووقاعة احتفال. لا 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 البقى قدرة على الزواج يقدر يجامع عنده قدرة جنسية. لكن اللي انا عايز اقولهولك ان انت اول مرة تسمع الكلام ده. قال تعالى ده الكلام ربنا والمصحف. وانكحوا الايامة منكم. والصالحين من عبادكم. الايامة يعني اللي اتجاوزت قبل كده. لازم تجاوزها. احنا عندنا اللي اتطلقت نقولها خلاص انت جربت رزق. جربت حظك. ما تجربش تاني. يعني سبها كده. انا نار تحرق نفسها وتحرق المجتمع. هي في التلاتينات ومطلقة ولا جوزها ميت. سبها تحرق المجتمع. ده الايامة او الست اللي سبق لها الجواز اولى بالزواج من البنات اللي لسه ما تجاوزيش. نعم. دكتور حاليا اه محرورك قلت الباقة لقدرة الجنسية. نعم. ففي بعض المفكرين حاليا بيقولوا ان الباقة في العصر الحالي هي القدرة عمتت بشكل عام الجنسية والنفسية والمادية. والله شو صلى عننا. احنا عندنا الاساس هي قدرة الجنسية نعمرة واحد. بعد كده القدرة المادية والمعنوية والحاجات دي. ليه بقى? لان انا لو عندي قدرة مادية ومعنوية واشتري عربية وفيلة وشقة. انا بيجي ناس العيادة متجاوزة جوزة يبقى له خمس سنين ما لمسهاش. ما عندوش انتصاب. واقول لها طب عدم علي تقول لك ما وجاب لي عربية وشقة ومصصور احنا كنا شحتين. ففي ناس عندها قدرة مالية. بس ما عندهاش قدرة جنسية. يبقى حلو قوي ان يبقى عندي قدرة مالية وقدرة جنسية وقدرة كل حاجة. ده فضل من ربنا. بس على الاقل على اقل نمرأ واحد بالقدرة الجنسية. لكن دلوقتي بدأ عندنا مشكلة تانية غريبة. عندنا راجل عنده خمسة وسبعين سنة. والراجل ده عنده القلب والكبد والرقة وبيكحه وعنده رومطايد وعنده وعنده. وهو ما عندوش انتصاب اصلا ما عندوش الانس خاص. وبعدين جاي عايز يتجاوز. واحدة هو عنده خمسة سبعين واحدة عندها خمسة وخمسين. وولادها سفروا وسبوها وهم ولاده سفروا سبوه وقاعدين. فهم عاعدين مع بعض من غير جواز. فهو بيقول تبا نتجاوز مع بعض عشان ما يبقاش فيه شبهة. طيب الجواز ده في قدرة ولا جنسية ولا مادية ولا الجن الازرق. بس هما اتجاوزوا. بيقول انا محتاج ممرضة جبلة ده وتدلك لضهري تتعكل رجلي. وهي فرحانة ده. احنا عندنا شرط الزواج القدرة. ما عندوش قدرة. ومع ذلك بيتجاوز. فلكل قاعدة ايه? شواز. طيب. عندنا مثلا زي ما بقول ان في اه كراهية فعل الخير. كراهية فعل الخير ازاي يعني? وفي حد بيكره فعل الخير طبعا. في عندنا ناس بيكرهوا الخير ويكرهوا اللي يعملوه. يجي تقول لنا اتصدقت اللي عملت يقول لك لابا انا دخنت وعملت زانيت وقال يفرح. يعني كل ما حد يقول خير يزعل. وكل ما حد يقول شر يفرح. فاللي بيكره فعل الخير ويكره من يفعله. ده شكله ايه ده? موجودين معانا. طيب. اسأل نفسك بقى انت بتحب الخير ولا ما بتحبش الخير. برافو عليك. برافو عليك. ده الشيء الغريب بقى. مش ان حد تصدق قدامه ببين بخلو. ده في بعض الناس بيكرهوا اللي بيتصدق على غيره. يعني انا تصدقت مسلا مسلا على اخوالي واعمامي ولاد خلال ما يقولك لأ الام تقولك لأ اديني كل اللي معاك. بتتصدقش على اخوالك وعمامك ما تديني انا. وبدل ما اديها تلتمائة جنيه مش عايز تلتمائة جنيه عايز تلتمائة الف. ففي ناس مش عاوزك تعمل خير لأي حد خالص. برافو عليك. يزعل ان انت قلت كلمة حق. يزعل الناس بتحترمك. مسلا مسلا. كان فيه جنازة. واحنا بنقول للجنازة يا جماعة العزة انك تعمل لأهل الميت خدمة. تحضر العزة. تحضر الدفع. تحضر الغسل. تفتح القبر. تعمل لأهل الميت طعام. ده اسمه ايه? عزة. العزة عندنا في مصر عزة وحش جدا. تعمل سرادك وتجيب الناس يقفوا طبور شد حيلك شد حيلك شد حيلك لله. قال الله ما اخذ معاك. قال بقيه في حياتك. كل الكلام له بل ده. بلوش دعوة بالميت. انما احنا بنستعرض ونتفاشخر زي ايه? جماعة اه يعني مش عايز اقول ما لهمش ايمة. فعملين طبور وصرادك كبير جدا. ويقول للراجل مقر ايه ربع واتنين وثلاثة على بعد عشان الصرادك يتملي ونصور والناس جات لنا. ايه الارف ده? ايه الدونية دي? الناس الواطية دي? انت بتباهي بايه بالزبط? انما الناس المحترمة انا شخصيا ما عنديش عزة. ما عنديش صرادك. ابويا مات. امي ماتت. اتنين يولادي ماتوا. ها? زوجتي ماتت. كلهم ماتوا. المخبرة ماتت. ما عملتش صرادك ولا عزاق. اما للعزاق فين? العزاق عند القبر لحب عزة. واللي ما حضرش. وريني بقى تعمل ايه? لما جينا بقى للعزة. ففي ناس كل يوم يجيبوا اكل. العيلة دي جايب اكل النهاردة عشان واحفاد ومش بطين يعملوا اكل. فالاسرة دي عليها اكل النهاردة. الاسرة. تلات يوم بتقول العزة? في ناس بيجيبوا اكل. في ناس بقى تكره ده. تقول لك ايه? يا ده نفتة بنت عايز ايه? هنا عاوزين مقرق كده والناس تيجي وشد حيلك. شد ايه واتنايل ايه على اهلك? اشد ايه واتنايل ايه? مين اللي اهلك تعمل كده? مين اللي اهلك تعمل كده? مين اللي بدع بضعة الصرادق دي? نزم ونفقة كلها. قال عليه الصلاة والسلام عندما مات جعفر اصنعوا لآله جعفر طعاما فان عندهم ما يشغل. الناس الخيرة المحترمة لم يبقى عنده ميت بنحضر له اكل ونطلعه للعيلة. سواء جران اهل اقارب احنا عندنا ناس مقطعة مهلهلة. واحد طالع يقولي شد حيلك قطر خيلك. شد حيلك قطر خيلك. ايه طب انا ايه انا عملت ايه بشد حيلي?